من طرابلس إلى مصرطة تتسع رقعة المواجهات الدامية في ليبيا بعد أن شهدت ضواحي المدينة وتحديدا منطقتين الدفنية وزريق على الطريق السحلي المؤدي لطرابلس اقتتالا عنيفا بين الميليشيات المتناحرة على خلفية أزمة الحكومتين ما أصفر عن وقوع إصابات يأتي ذلك في وقت لم تلتقط فيه البلاد أنفاسها بعد اشتباكات طرابلس الدامية بين مسلحين تابعين لما يسمى بجهاز الرضع وآخرين تابعين للحرس الرئاسي اشتباكات لتزال تداعياتها تتوالى إلى الآن في ظل زيادة أعداد القتلى والجرحة فيما تسببت المواجهات في توقف دائرة النقل الرئيسية للقهرباء قرب عين زارة نتيجة للأضرار الجسيمة التي طالت الموصلة الهوائية وفق شركة الكهرباء بدورها دانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز أعمال العنف في العاصمة وطالبت بمحاسبة المسؤولين وكان المجلس الرئاسي دعا الأطراف المتناحرة لوقف الاقتتال ووجه بإجراء التحقيقات فيما أنهى رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مهام وزير الداخلية وكلف وزير الحكم المحلي بالمنصب وتتزامن تلك التطورات الميدانية المتسارعة مع المساء العسكرية لوحدة الصف بعد اتفاق تاريخي على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وعلى الصعيد السياسي تتعالى الدعوة الدولية لإيجاد حل للقضايا العالقة تمهيداً لاتفاق يسمح بإجراء انتخابات وإنهاء حالة الانقسام السياسي ترجمة نانسي قنقر